توفي المغني الأمريكي الشهير برينس أحد أهم موسيقي البوب في جيله الخميس في دارته في دواحي مينيابوليس شمال الولايات المتحدة عن 57 عاما بعدما طبع أجيالا من المعجبين مع أغاني ناجحة مثل بيربل رين وغيرلز اند بويز وكيس وبينما لم تتوافر أي تفاصيل عن أسباب وفاته راهنا كان الفنان أدخل الجمعة إلى المستشفى بشكل طارئ لإصابته بإنفلوانزا على ما ذكرت وسائل إعلام مضيفة أن طائرته الخاصة هبطت اضطراريا في إيلينوي في طريق عودتها من أتلانتا إلى مينيابوليس حيث أقام حفلتين وعثرت الشرطة وفرق الإصعاف على المغني فاقدا للوعي في مصعد استوديوهات التسجيل المقامة في مقر إقامته بعد تلقيها اتصالا هاتفيا وحاول المسعفون إن عاشه من دون جدوى أنا حزين لكني سأحرص في الوقت عينه على تحويل هذا الحزن راهنا إلى نوع من الفرح والابتهاج لا شك أن الخبر شكل صدمة لنا لكن إذا نظرت حواليك لرأيت أشخاص متنوعين أتوا إلى هنا للاحتفال وأنا أيضا هنا وهذا أمر جيد أنا هنا للاحتفال بحياة برينس لأنه كان مصدر إلهام كان مبدعا للغاية ومبتكرا وفريدا وسنحفظ ذكراه إلى الأبد ولن نتوقف عن سماع موسيقاه وكان برينس الملقب فتى من يابوليس أحد أهم موسيقي الثمانينات والتسعينات عبر أغاني رقص على أنغامها الملايين في العالم مع مسجها بين وصلات الغيتار الكهربائي وإيقاعات الفانك وفاز برينس بسبع جوائز جرامي وجائزة أسكار عن أغنية بيربل رين وهو أصدر حوالي ثلاثين ألبوما في غضون أربعين عاما وباع سبعين مليون أستوانا تقريبا ترجمة نانسي قنقر